السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 21 كانون الأول ديسمبر القمر اليوم موجود في برج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة 22.50 دقيقة من صباح يوم الغد الجمعة لا ينتقل القمر بعديها لبرج الثور القمر الآن موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8.18 دقيقة من مساء اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور بما أن القمر موجود في برج الحمل معناته التأثيرات بتكون على جميع الأبراج خلال هذا اليوم منشعر يعني أن أكثر نشاط في العمل أكثر تصميما أكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشاريع جديدة ولكن من المرجح أن تكون أفعالنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لبعض المشاكل أو الحجج الغير ضرورية إحنا منفقد دبلوماسيتنا بالفترة هاي وبسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير هذا الوقت طبعا القمر لما بيكون موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لازم الأمر لذلك أو تعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين الزهرة وبين أورانوس هاي الزاوية ذروتها الساعة سبعة وأربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات أو خلق علاقات عاطفية ممكن تكون لها عواقب وخيمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا حماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة اثناش وثلاثة وثلاثين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمه ومن ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا هذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بالطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم أن نعمل لها عمليات جراحية كبرى خلال هذا اليوم إلا إذا كانت اضطرارية الرأس والأسنان واللسان العضلات المخططة القضيب المرارة الشرايين والدم أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة للعمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد مدة خلو المسار رح يكون ثلاث دقائق فقط ببدأ خلو المسار الساعة 22.47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبينتهي الساعة 22.50 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدة بعمر 9 أيام في تمام الساعة 10.37 دقيقة صباحا بصير 10 أيام نسبة الإضاءة 73% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22.12 سعيد بنسبة 30% الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 60% القمر في الحمل حتى يوم 22.12 سعيد الآن بنسبة 45% ساعات العصر سعيد بنسبة 70% ساعات المساء سعيد بنسبة 100% عطارد في الجدي بيتراجع حتى يوم 23.12 بعدين بده يرجع للقوس سعيد بنسبة 10% الزهرة في العقرب حتى يوم 23.12 سعيد بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4.1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور بيتراجع حتى يوم 31.12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27.1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2.5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا فقتكم بأنفسكم كبير اليوم بعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن اليوم تسمع جواب كنت بتنتظره أهمش أنك تتحرك وما تنتظر الفرصة هي اللي تيجي لعندك حاول أنك أنت تبحث عنها وما تضيع الوقت اليوم يعتبر يوم البدايات الجديدة والجيدة حتى على المستوى العاطفي والمالي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذاءكم وراحتكم ابتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعر ببعض الخيبة بتظهر خلافات أو التباسات وطباعك متقلبة ومزاجك متعكر أهم شيء أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وبإمكانكم تعبروا عن آراءكم بحرية وجراءة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة برر كلامك ووضحوا بشكل جيد وكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو للاتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات أهم شيء أنك ما تكون مهمل وما تترك أي انطباع سلبي عنك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه في السفر والاتصالات البعيدة وهذا اليوم مناسب له اجتياز امتحان أو جراء مقابلة بتقدر تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولاختبار تجارب مختلفة وبتشعر بالاعتزاز والفخر أهمش أنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك ناقش بمنطق برضو الأجواء العاطفية ممتازة جدا بالنسبة لموليد برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفاهم لوضاع الآخرين ولهراءهم واتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي برج الميزان بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي صحيح أنه ما في خوف عليك اليوم بتركز على الأعمال وممكن تتمم بعض الأعمال اللي كانت صعبة بالفترة الماضية ولكن بدك تتبع الإرشادات والتعليمات وتجنب المشاكل ولا تتصلط برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من الزملاء اليوم نظموا جدوى الغذاكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة عليك تكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاذر من المشاكل الصحية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وهاي الفترة يعني بتحمل فرصة مناسبة لمصالحة لتسوية لغراميات لحب جديد وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور ممتازة الفترة هاي ممتازة لممارسة هواية للتقارب العاطفي لممارسة بعض الهوايات أو الحب حتى برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة ممكن يعني تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات ولكن الأجواء فيها إيجابية عالية فعشان هيك ممكن يكون في حدث أو فرحة أو مناسبة يعني تسعدك شوي ممكن تتعرض لمحاسبة وربما لتحديات أو استفزازات ولكن حاول أنك تطنشها برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتنشطه في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية أو للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات أو الدورات برضو تنجح في طرح موضوع حساس بتقدم على عمل مهم بيلفت النظر والإعجاب اليوم عندك قدرها على النقاش والحوار والإقناع فعشان هيك استغلها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي مع هاي يعني المكسب بيجي عادة من عمل إضافي أو منكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو ممكن يحصل على هدية بتقدم على إنجاز أو بتناقش صفقة أو اتفاقية حاول أنك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر